أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنغالي أن أغلب الحوارات السياسية تنتظر قرار المحكمة الاتحادية ليوم غد الثلاثاء بشأن دستورية فتح باب الترشيح لمرة ثانية متوقعا حدوث سيناريوهات كثيرة بعد صدور القرار ستمضي بالعملية السياسية لتشكيل الحكومة وانتخاب رئيس للجمهورية أغلب الحوارات السياسية تنتظر قرار المحكمة الاتحادية ليوم غد بشأن دستورية فتح باب الترشيح لمرة ثانية وأعتقد بعد صدور القرار سيكون هناك سيناريوهات كثيرة ستمضي بالعملية السياسية وبتشكيل حكومة وانتخاب رئيس الجمهورية